يدور عداد الوفيات والمصابين بسرعة فائقة يتحرك كل دقيقة راصدا ضحايا إضافيين لوباء الكوليرا في اليمن آخر أرقام منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 332 شخصا فيما وصل عدد حالات الاشتباه بالإصابة إلى 32 ألف حالة مواطنون في صنعاء قالوا لقناة بلتيس أنه عند إصابتهم بالوباء توجهوا إلى مستشفيات الجمهوري والثورة وغيرها من مستشفيات العاصمة غير أنها رفضت استقبالهم فذهبوا نحو مخيمات المنظمات الدولية فاعتذروا لهم بسبب عدم وجود أسرة كافية لاستقبال مصابين جدد وضع كارثي واجه المصابين بالوباء في صنعاء الذي تحوي أكثر من 9000 حالة إصابة مرشحة للزيادة ورغم إعلان سلطات الانقلاب صنعاء مدينة منكوبة إلا أن متابعين قالوا أن السلطات لم تقدم أي استعدادات خاصة لمواجهة الكوليرا رغم الكم الهائل من الوفيات والمصابين منظمة الصحة العالمية علنت اعتزامها إرسال فريق الطوارئ على وجه السرعة إلى اليمن لسيطرة على وباء الكوليرا الأمنة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها لدعم اليمن لمحاصرة الوباء وتدارك الوضع الإنساني والصحي الذي يشهد تدهورا كبيرا مدير مكتب الصحة في الجوف مياز اليوسفي أكد لقناة بلقيس ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء إلى ثلاث حالات وإصابة العشرات بينما ناشد مكتب الصحة في مديرية الرونة بمحافظة تعز الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية سرعة احتواء الوباء إذ وصل عدد الوفيات إلى عشر حالات فيما وصل عدد المصابين إلى 750 حالة